السلام عليكم ورحمة الله مشكل في زخان الماء الذي يعمل على الغاز اللهب أحمر وإنبعاد دخان أسود إذن أين الخلل وطريقة معالجته لتصبح النار زرقاء إذن الخلل في البخاخات هذه خاصة لمن يستعملون غاز المدينة ودائما يكون تقبها كبير عكس الذي يستعمل قارورة الغاز المنزلية فيكون تقبها رفيع جدا إذن كل ما علينا هو استبدال البخاخات بهاته الرفيعة جدا الآن سنقوم برفع الغطاء الآن نقوم بتشغيل الشمعة أولا ها هو بعد ذلك نقوم بتشغيل الحنفية شاهدوا الآن النار حمراء دلالة على عدم الاحتراق الجيد الآن كل ما علينا فعله لتفادي الشعلة الحمراء هو استبدال جميع هذه البخاخات على طول هذا المصار تقريبا يوجد 13 بخاخ سنقوم بنزعها بالكامل واستبدالها سنقوم بنزع هذه البراغي الجانبية أولا بعد ذلك نحاول رفع هذا الجزء الأعلى حتى نتمكن من نزع هذه البخاخات ثم نحاول نزع البخاخات بمفتاح رقم ستة هذا هو البخاخ الأول شاهدوا تقبه كبير سنحاول استبداله ببخاخ تقبه رفيع جدا شاهدوا كيف يبدو رفيع جدا سأقوم بإدخاله بمكانه ثم نحاول شده جيدا بالمفتاح ثم نحاول نزع جميع البخاخات المتبقية بنفس الطريقة بعد نزعها نحاول تركيب البخاخات الجديدة ثم نأتي بالمفتاح ونحاول شدها جيدا بمكانها بعد عملية شد البخاخات جيدا نحاول أرجاع الأزاء كما كانت الآن وبعد الانتهاء نحاول تشغيل الشمعة مرة أخرى ثم نقوم بتشغيل الحنفية شاهدوا الآن كيف أصبح اللهب أزرق وانتهى مشكل الدخان أما بالنسبة للشمعة يمكن لك كذلك تغيير البخاخ الخاص بها لتصبح زرقاء أنا لم أجده يكون بهذا المكان يمكن لك استبداله وكما لاحظنا بهذا الشكل يمكن لنا تغيير هذه البخاخات بكل سهولة في فيديو قادم سنتحدث عن مشكل انطفاء الشمعة فورا تشغيلها أي سؤال يتعلق بالصخان اتركوا لنا تعليق أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته